براين نحن براين ومونيكا في المتحف الحديث للفنون في مساء مزدحم نقف أمام الأحد الأنية ذات الطبيع البطولي التي نصر إليها عند دخول المعرض اليوناني هذا إناء موزي الخمر هندسي ويعود لقرن الثامن قبل الميلاد مونيكا لماذا سمي هندسيا؟ براين يظهر النمط الهندسي في هذه الأنية ويمكن رؤيته في النمط الموجود على فواهة الإناء في الأعلى يمكن رؤية نمط التعرجات ويحيط إطار بكل جزء من الإناء وفي مجموعة من الحلقات التي تبدو كالحلقات الأولمبية التي تحيط بالجزء الخارجي من الإناء توجد أشكال وأماط مختلفة إذن توجد الكثير من الأماط الهندسية مونيكا وتوجد بعض الأشكال البشرية وأشكال الحيوانات لكن تبدو كأنه تم تعذلها إلى أشكال وأماط هندسية براين من المثير لإهتمام وجود أشكال لكائنات على الإناء وتم إخباري أن الأنية الهندسية القديمة احتوت زخارفا هندسية فقط مونيكا هذا صحيح براين بالانتقال إلى القرن التالي نبدأ في رؤية ما يفوق التصاوير البشرية مونيكا فيما استخدم هذا الإناء؟ براين هذا إناء ضخم الحجم لذلك لا يمكن تخيل تخزين الخمر أو الزيتون في الإناء أليس كذلك؟ عن ممد كبر حجمه إنه يعلو رؤوسنا لكن يبدو كأن ارتفعه بضع أقدام نعلم أنه لم يتم أكتنع هذه الآنية في المنزل أليس كذلك؟ مونيكا أجل كانت هذه إشارة مدافن في الحقيقة وتحتوي القواعد على ثقوب في الأسفل لتحديد القبور ويتم سكب الخمر عليها لذا تسرب إلى الأرض ببط كنوع من القربان للموتى براين إن لها شكلا غير منظم حيث تحتوي الكثير من الحجارة الإناء مصنوع من الطين النضيج وهو طين مطبوخ لذلك ينكسر إلى قطع كبيرة وبالتالي لا يتحطم إلى أجزاء صغيرة كالزجاج مونيكا هذا الصحيح براين تم تجميع الكثير من هذه القطع أليس كذلك؟ مونيكا أجل براين إذن يوجد تزيين هندسي نراه في الجزء السفلي وبالانتقال الأعلى نرى بعض التصوير الحية هذا اتجاه حديث في الفن الهندسي مونيكا هذا الصحيح والتصوير التي نراها هنا تتمشى مع الغرض من صنع الإناء إنه مشهد جنائزي نستطيع رؤية ميت مسجع على نعش الجنازة كما يطلق عليه ونرى المشيعين على كلا الطرفين يقومون بشد شعرهم بحركة يونانية تقليدية للحداد بينما يتجمعون حول المشهد الجنائزي المركزي براين حسنا هذا مثير لاهتمام لاحظت أن الميت مسجن بشكل أفوقه على النعش لا يتميز بأي شكل على الأشخاص الآخرين إنهم جميع متشابهون مونيكا مونيكا هذا الصحيح أجل براين إذن الإيمات التي يقوم بها تميزهم كأحياء بينما المتوفى مسجن هناك ببساطة مونيكا هذا الصحيح براين في سياق مصري نرى أنه يتم الاحتفال بالميت بالكثير من الصور والرموز بينما هنا لا يوجد إلا الجسد بحسب مونيكا هذا الصحيح وربما اجتمعت العائلة على الطرفين يتم التهوية على المتوفى باستخدام سعف النخيل كما نشهد بوسطة أشخاص على الجانبين براين هذا مثير لاهتمام حتى في هذه الفترة القيمة أعتنى اليونان بالحياة أكثر من الموت مونيكا يبدو ذلك صحيحا براين التركز هنا على المشيعين الذين يعبرون عن الحزن وليس على عمل متوفى أو منزل أزيرة اجتماعية كما كان يفعل المصريون مونيكا هذا الصحيح براين وكما ذكرت سابقا أشكال أجسادي مبسطة جدا لكن لا توجد صعوبة في فهم الرسومات على الإناء هل هذا صحيح؟ مونيكا تماما وبالنسبة للموكب الذي نراه على الشريط الصفلي لا توجد صعوبة في تحديد ثلاثة خيول تجر عربة على الرغم من أنها تشارك في جسد واحد لكن يمكن رؤية أن الفنان يحاول خلق نوع من الوهم بالعمق عن طريق رسمها متقاطعة براين هذا مختلف عما نتوقع من فن روماني يوناني حيث يوجد فيه منظور مونيكا أجل وتم التعرض على هذا لاحقا بطريقة أكثر وهمية براين هذه الرسومة مسطحة ربما نمر عنها في المتحف لأنها تبدو كأنها تحدد ممر الدخول كأسود الشعارات أو ما إلى ذلك ولابد أن هذا كان ذو شعبية في اليوناني القديمة أليس كذلك؟ هذه ليست قطعة عادية مونيكا أجل ولهذه الأنية أغراض خاصة لا يمكن إنتاج إنائنك هذا في أي وقت بل اقتصر ذلك على اليوناني الإثرياء الذين كانوا يستطيعون تحمل نفقاتها لتحديد قبور الموتى من أحبائهم براين وتوجد الكثير من الغرف في المتحف التي تحتوي أنية تم استخدامها لأغراض عادية كالاحتفاظ بالخمر والزيت وما إلى ذلك إذن هذا الإناء مختلف للغاية مونيكا بالتأكيد بقديم